تفضل أستاذ عباس ما قلت بأنه الشيعة يقولون على أنه القرآن نزل عند علي كان محفوظا بشكل آخر عند علي وفي أسماء المنافقين ولا إما والقرآن لم يذكره وكان محفوظا عند علي وقد حرقه ليبقى القرآن ناقصا على أساس هذا الكلام يدعيه الشيعة نعم هذا موجود لكن أغلب علماء الشيعة ضحفوا الحديث يعني عقلا ونقلا ضحفوا الحديث الحديث يعني أننا نزلنا طبعا الآية الكريمة تقول أننا نزلنا الذكرى وأننا له لحافظ الدليل الثاني حديث رسول الله فإذا كان أسماء الأئمة موجودة في القرآن يحتاج أن يواصي النبي بالعترة وبأسماء الأئمة لأنه هو موجود في القرآن كتاب الله وعثرتي لا يحتاج إلى أن يوضحه النبي ثم إذا كنت تقول أن عمر أن عمر بن الخطاب هو يقول حسبنا كتاب الله فإذا كان في أسماء الأئمة فرضا فرضا إذا كان في أسماء الأئمة تقول أن عمر قال حسبنا كتاب الله ليس فيه ضرر طبعا عمر ليس عنده لو افترضنا أن فيها أسماء الأئمة علي عنده الآيات الموجودة فيها أسماء الأئمة لكن عمر ليست عنده أسماء الأئمة لو كان يعلم بها أسماء الأئمة لما قال حزبنا كتاب الله لأن هذا يضر بمصلحته هذا لو افترضنا السؤال الذي أنت حضرت نسيته نسيته لماذا عمر بن خطاب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الكتاب ما إما أن عمر بن خطاب يعلم الغيب أو عنده فراسة فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب مثلا وصية العلي بن وآلبي يعني ليه يعني هل loot نفهم يعني أنت هتمنع النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن خطاب علمنع النبي صلى الله عليه وسلم ليه هايمنعه ليه ها لأنه لأن صيغة رسول الله عندما بدأ بالكلام قال دعو لي بكتاب أداة وقلم أكتب لكم ما أن تظلوا لا ما أن تظلوا بعده أبدا يعني هذه الصيغة قالها قبل هذا اليوم بمرات ومرات كتاب الله وعترتي أهل بيت لا 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 مش عايزين مراته ولا مراته يا أستاذ أنا سبتك عشان أنت راجل محترم فأنا سبتك تتكلم من اللي أنت عايزه نحن نتكلم عن يوم الخميس عن يوم الخميس من أين علي مع عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتبه لعلي منين عرفته منين هذا واضح موجودة ولو صراحة أنا لا أتذكر المصار عمر عرف بذلك يعني عندما رأى كلام رسول الله عندما قال أكتب لكم ما أن تمسكتم بهم أكتب لكم ما أن تمسكتم بهم لن تظلوا بعده فعرف أنه نفس الصيغة التي أوصى بها للعثرة الطاهرة طيب أنا أقول لك حاجة حضرتك بتشغل عالك هذا أثير الرجل يا أساس اسمعني بس الله يبارك فهم دعا اسمعني بس سيبك من الكلام اللي أنت سمعته قبل كده ممكن تسمع مني أسمع نعم أسمع منك ألستم أنتم أنتم من قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليه بدأ أبي طالب خليفة في غدي الخم صح؟ نعم هل تعيين علي بن أبي طالب خليفة في غدي الخم عاصم الأمة من الضلالة؟ لو كانت الأمة التزمت بوصية الله أكبر الله أكبر هو ده اللي أنا أعيز أسمعه نعم يبقى العبرة مش في كتابة الكتاب العبرة في اتباع الكتاب في التأكيد على اتباع العترة العبرة في كتابة الكتاب من النبي حتى لو أكدها يا أيها الذين آمنوا آمنوا ما هي تأكيد لكن هي قصة كلها فيها اسمعني بس القصة كلها في الاتباع حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم اسمعني بس ولا مؤمنات سوف أنا ماشي معك حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم أكد الكتاب وكاتب الكتاب لعليه بن أبي طالب هل ولاية علي بن أبي طالب عاصمة من الضلالة؟ أم الاتباع هو اللي عاصم من الضلالة؟ طبعا اتباعها عاصمة من الضلالة حيث يبقى لو هم لو الكتاب ده نزل ما هو كتاب قرآن نزل لو الكتب السماوية كلها أجمعت بتفسرها نعم ولا يأتيها الباطل يعني حتى التفسير ستبقى زي القرآن الكريم حتى التفسير ستبقى زي القرآن الكريم المهم أننا لنتبعها نحن لنتبعها هي المشكلة كلها في الاتباع والاتباع لا تستطيع السيطرة عليه الاتباع لا تستطيع السيطرة عليه وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان العاصم وما كان العاصم لما كان في قريش كان العاصم وما كان العاصم طبعا كان عاصما هل كل الناس هل كل الناس اتبعته كل الناس امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس كل الناس امنت بالنبي ما تقوليش اساسا ولاية علي ابن ابي طالب عاصمة ما تقولي انها كانت ولاية علي ابن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إيه هو الكتاب أين كان الكتاب صغير كبير سطرين صفحة مجلد مجلدين والله لن يكون عاصم للأمة وإلا كان القرآن الكريم عاصم للأمة رسول الله عندما قال أكتب لكم ما انتمشكتم بها بعد هذه آخر حياته كل إنسان يوصي في آخر لحظات حياته طبعا عادي سألواع الأمة كما في الآية الكريمة انقلبتم على عقابتكم اسمعني بس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تدعون بغدير خم قاله وسط كم يعني استخلف علي بن أبي طالب كما تدعون في غدير خم استخلف علي بن أبي طالب على كام واحد في غدير خم أمام كام واحد آه يعني كام واحد كانوا موجودين في غدير خم كأقصى ح Pride 120 ألف روية راوية 120 ألف صحي كده اسمعني بس واحد 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 نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الشيعة استخلف علي بن أبي طالب كما يدعي الشيعة عشان أنا أعرف أن المقاطع بديد تضبطر كما يدعي الشيعة في غدير خم ولا علي بن أبي طالب في غدير خم بين 120 ألف صحابي كتبكم أي لا تذكر نعم اسمعني اسمعني للآخر تخيف تسمع ليه استخلف عليه كما أنتم تدعون وتقولون استخلف عليه في غديركم أمام من 120 ألف صحابي 120 ألف صحابي دول فيهم فيهم أبي بكر وعمر وعثمان فيهم كبار الصحاب والصحابة المنتجبين صح صح وجاي أكد على غدير خم ما بين خمس صحابة أنتوا تجنتوا أنتوا أصابكم شيء في عقلكم كيف 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 أصابكم شيء أصابكم شيء في عقلكم يعني عقلكم ده في شيء يعني واحد واحد النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليه ابن نبي طالب ما بين 120 ألف صحابي ما بين 120 ألف صحابي كما تقولون وجاي أكدها بين خمسة ولا المفروض العكس أنه هو لو استخلف عليه ما بين خمسة يأكدها أمام 120 ألف إيه اللي يستوي عقلك إيه اللي يستوي عقلك يعني قصلك فقط الرواب خمسة أنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ول علي بن أبي طالب كخليفة للمسلمين في قضي الخم كان كم واحد موجود 120 ألف صحابي وأنتم بتقولوا جاب اللي قدام وجاب اللي غارة وجاب اللي تحت وجاب اللي فوق وعملونه منبر وطلع المنبر واستخلف عليه ابن نبي طالب أمام 120 ألف فهو أمام 120 ألف دول مش عقبين النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تأكيد الوصية أمام خمسة أو ستة أو سبعة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل قد إيه سبع أنفار عشر أنفار يأكدها سبع أنفار قزك مين سبع أنفار قزك مين يعني أبو بطل وعمر وعثمان وعلي بن نبي طالب والمقداد وسلمان اللي موجودين في غرفة النبي في رزية الخميس أيو اللي موجودين في رزية النبي طبعا طبعا علي عند النبي النبي أشار إليهم أراد أن يؤكد لهم يؤكد إيه يا عم يا عم خلونا نفهم خلونا بعقلنا إحنا مش موجودين في مستشفى المجانيين أوصل ولا إحنا موجودين في العباسية لا يريدون يا أخي خوة مئة وعشرين ألف لا يقولون في حجرة صغيرة طبعا سبعة سبعة يا أستاذ أنا نفسي بس واحدة 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 خليك أنت إنسان عائل استخلفت ابنك على مئة وعشرين ألف واحد والمئة وعشرين ألف واحد كما تدعون كما تقولون أنهم سامعوا استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب فأنت تيجي حضرتك كراجل عائل تجمع خمسة في الغرفة وتأكد على ولاية علي بن أبي طالب تأكد عليها ما بين الخمسة ولا المفروض العكس لو أنت قلتها أمام خمسة فأنت بتأكدها قدام مئة وعشرين ألف ليه؟ لأن المئة وعشرين ألف لأن يجتمع على ضلالة لكن الخمسة ممكن يجتمع على ضلالة دي نقطة النقطة التانية النقطة التانية أليس من الفطنة والحكمة جمع من لا يستطيع الإنكار يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنتم تقولون أن أبو بكر وعمر وعثمان منافقون منافقون أجمع المنافقون إلا أنا أعلم أنهم سيرتدون بعدي عشان أكد على ولاية علي بن أبي طالب ولا تخير الناس اللي هي غير منافقة غير منافقة أجيبهم عشان أكد عليهم ولاية علي بن أبي طالب يا أخي أراد أن يلقي الحج حتى في يا عم حفيت إيه يا عم؟ يا عم سيبكم من السبانخ اللي محشية ملوخية دي سيبكم من السبانخ كفاءة أكل سبانخ جربوا الملوخية شكرا لك أراد أن يؤكد يؤكد على مين يا عم؟ يؤكد على مين؟ أنت عقلاء ولا أخبياء؟ ده عقل ده؟ أنت ربنا عطاك عقل؟ يجيب شوية منافقين ويأكد عليهم وهو يعلم أنهم سيرتدوا يجيب المنافقين يأكد عليهم يأكد على المنافقين وهم دول اللي المفروض أنت بتقولوا أنهم كانوا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة يجيبهم عشان يأكد عليهم ده هراء ده اسم هراء تفكير هراء عقلي ترجمة نانسي قنقر